مشاهدين للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت الدكتورة تامارا برو الباحثة في الشؤون الصينية أهلا بك معنا على شاشة القاهرات الإخبارية وبداية هل ترين أن هذا اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي وكبير الدبلوماسيين الصينيين في جاكارتا يشير إلى تحسن في العلاقات بين البلدين أم أنه مجرد خطوة تمهيدية مساء الخير تحية لك وللمشاهدين بداية المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانجي جاءت استكمالا للمباحثات التي أجرعها بلينكين خلال زيارته للبكين الشهر الماضي تناول بلينكين مع وانجي اليوم في محادثاتي على هامش كمة رابطة الأسيان موضوع الفنتانيل وقد حازت على هامش واسع من المحادثات بين المسؤولين لأن الفنتانيل يسبب نسبة وفيات عالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل الصين والولايات المتحدة على تشكيل لجنة عمل لمكافحة المقدرات غير المشروعة كما أن الكمية كبيرة من المواد الاجتماعية التي تستخدم في صناعة الفنتانيل تأتي من الصين أيضا من المباحثات التي أجراها بلينكين مع وانجي موضوع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في الصين أيضا ما أعلنته شركة مايكروسوفت مؤخرا من أن هناك تجسس حصل يمكن أن يكون اختراق للبريد الإلكتروني لحوالي 20 منظمة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية من بينها دوائر حكومية أمريكية أيضا تم التطرق إلى حرب الروسية الأوكرانية وأيضا إلى بيان كمة الناتو وإلى حقوق الإنسان في شينجيانغ وفي التيب دكتورة طمارة لماذا يعتبر الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان أمرا ضروريا بالنسبة للولايات المتحدة والصين طبعا الاستقرار في مضيق تايوان هو مهم لصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار لكننا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ببناء التحالفات في منطقة بحر الصين الجنوبي وتوتير الأجواء هناك أيضا إرسال الأسلحة إلى تايوان وقد رأينا أن قبل زيارة بلينكين توترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة غير مسبوكة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما حتى وصل الحد إلى إمكانية حصول احتكاك عسكري مباشر في بحر الصين الجنوبي والذي كان يمكن أن يؤدي لو حصل يمكن أن يكون هناك هامش خطأ بسيط يؤدي إلى حرب يمكن أن تتحول هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة في منطقة بحر الصين الجنوبي لكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الصين على استعداد اليوم لشن حرب أو نزاع في منطقة بحر الصين الجنوبي لأن كل الدولتين لأن الصين يمكن أن أقول أن الصين همها بالدرجة الأولى الاقتصاد وتسعى حاليا إلى تطوير اقتصادها لذلك إذا نلاحظ أنه المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتمحور حول الاقتصاد وهذا ما رأيناه من خلال وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين من أجل إعادة فتح كنوات الاتصال الاقتصادية حتى أن هناك زيارة محتملة لوزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين كما ذكرت ما يهم الصين اليوم هو الاقتصاد ليمكن أن نقول أنه من خلال المحادثات التي تجري أو زيارات التي يكون بها المسؤولين الأمريكيين إلى الصين أو حتى المحادثات التي أجراها بلينكين اليوم مع وانجي أنها تؤدي إلى تحسين العلاقات أو خرب العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لما زيد من التوضيح دكتور تمارا ما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعها الجانبان الأمريكي والصيني للتواصل إلى تفاهمات دائمة تحول دون تصعيد النزاعات في المنطقة يعني عندما زارت وزيرة الخزانة الأمريكية مؤخرا بكين عرضت بكين خمس مطالب على وزيرة الخزانة من هذه المطالب تخفيف القيود المفروضة على الصادرات الصينية رفع القيود الجمركية مثلا رفع القيود على الرقائق الإلكترونية أيضا الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العام الماضي قيود على الواردات من الصينية من منطقة شينجيان أيضا العادة فرض إلغاء القيود المفروضة على الشركات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المطالب أو يعني الصين تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بمبادرة مثلا رفع القيود الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بالمقابل ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها إذا قامت اليوم برفع القيود الجمهورية أو تقفيف القيود على الصادرات الصينية بدون أن يقابله أي إجراء من الصين فهذا يظهر أن إدارة فايدل بمرحلة الضعف ولا ننسى أن العام القادم هناك انتخابات للرئاسة الأمريكية الصين تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تبادر بإجراء تحسين العلاقات كي تقوم الصين أيضا بملاقات الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الطريق لكن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون واللقاءات مع الصينيين يمكن أن نقول أنها تساهم في فتح خطوط الاتصالات المباشرة بين الجانبين ولكن يبقى أن الخطوط الاتصالات من الناحية العسكرية ما زالت الصين ترفض إجراء وار عسكري قبل أن يتم رفع القيود العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني ولكن هناك تطور حصل خلال الساعات الماضية أن السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة الأمريكية قد التقى مسؤول عسكري دفاعي هو مساعد وزير الدفاع بشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعقد معه اجتماعات يعني الصين تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية عدا عن رفع القيود الجمهورية أيضا رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني كي يتم إجراء المبحثات العسكرية بينما يعني من وجهة نظرك ما هو دور الدول الإقليمية الأخرى مثل دول جنوب شرق أسيا في تهدئة التواطرات بين الولايات المتحدة والصين وتعزيز الاستقرار في المنطقة يعني الخلاف بين النزاع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليس في مصلح الدول الجوار للصين لأنهم علاقات اقتصادية جيدة مع الصين وعلاقات عسكرية جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سيضر فيهم أيضا وأيضا حصول أي نزاع في منطقة بحر الصين الجنوبي سوف يفرض عليهم الدخول في هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما سيضر بعلاقاتهم مع الصين لذلك فإن المحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي وفي مضيك تايوان سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ والصين والاقتصاد العالمي بشكل عام نعم كنت معنا من بيروت دكتور تمارا برو الباحثة في الشؤون الصينية شكرا جزيلا